أهم طرق العلاج هي المحافظة على مستوى السكري في الدم وأيضا ضغط الدم والدهون في الجسم أما على مستوى العين فالعلاج يعتمد على المرحلة التي وصل إليها السكري ففي حالات وجود رشح في مركز البصر فحقنا العين بالأدوى المثبتة للعروق والرشح قد يكون هو المناسب أما إذا تطورت الحالة مثل نزيف أو تلايفات وانفصال شبكية فالعمل الجراحي على مستوى الشبكية يكون هو الأفضل أتمنى من الجميع أن يكون على دراية بمضاعفات السكري في العين واعتلال الشبكية السكري لأن الحقيقة قد يؤدي إلى عما في بعض الحالات وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا صحتنا في أتمها